أعلى المراتب شاكر يعني عند المصيبة يشكر يشكر الله سبحانه وتعالى مثاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أراد أن يكتب رسالة لأمه من السجن تخيل أنك في السجن وأنت شيخ إسلام وظلمت وكذا إيش تكتب لها دمعتين وتقول يعني ظلمون وهؤلاء الحكام فيهم وفيهم وفيهم كتب في هذه الرسالة بعد البسمة والحمدل والصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد فما زلنا في ازدياد وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد الأخرى وقد فتح الله علينا بفتوحات ولولما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير وسلمي على القريب والبعيد والصغير والقبير هذا أين يقول وهو مسجون إذن لو خرج يش يقول وهو قال رحمه الله قال المسجون من سجن عن ربه المسجون من سجن عن ربه أراد أن يكتب رسالة لإخواني يعني لطلابي من السجن فكتب في أول الرسالة وأما بنعمة ربك فحدث ترجمة نانسي قنقر